كده الخطأ ثابت والعقوبة والعقوبة تفصيل كيف صدرت هذه العقوبة التفصيل على خطأ ثابت هي دي القضية وهي دي المشكلة هنفكركم بمنهجنا الثابت قليل من احترام المنطق والعقل شي كبالة لعب مهم جدا لعب كويس بس مين قال ان احنا لما نتكلم على تطبيق لوائح هدفنا ابعاد لعب او اخصاء اخر مين قال كده بالمناسبة شي كبالة هو لعب موهوب موهوب فازة كمان بس الليلته ربما يغيب عليكم انه في 18 مباراة للاهلي مع الزمالك في وجود شي كبالة الاهلي كسب 10 مرات الزمالك مكسبش الاهلي ومعه شي كبالة الا 3 مرات ولا يكسب 10 مرات وتعادلوا خمسة يعني القعدة دايما او شبه القعدة في وجود شي كبالة مع الزمالك الاهلي بيكسب فاحنا لما بنتكلم المسألة لا تخص لاعب ولا يمكن يكون التفكير في ابعاد لاعب او اقصاء اخر ولا يكون التفكير في افساد فرحة ده احنا لو كان في وقت هنرجع لكم اللي فات لما قلنا مبروك للزمالك استحق الفوز بهذه المباراة قد مباراة كويسة جدا اه برامز ما كانش في المستوى اللي على الندية اللي كانت طبيعية عليه ده اللي احنا قلناه لكن احنا عرضنا رأي المستشار سيد بن داري رئيس لجنة الانضباط في الاتحاد المصري كرة القدم في اللجنة المؤقتة عن عزمه على تطبيق اللوايح على الجميع عشان كده لما يتم تحديد وتوصيف الخطأ يبقى في المقابل كيف تكون العقوبة او ماذا تكون نشوف او بنفكركم بكلام المستشار سيد بن داري اللي كانت تكلم مع الاستاذ احمد موسى فيه وعرضناها الاسبوع اللي فات اللجنة بيها تعمل ايه فند هي اختصاصها كل ما يحلق لها من الاتحاد وما يرد لها من شكاوى وما قد يلحظه كمان الاعضاء يعني هي صلاحاتها مرابس اي مخالفات والتوقيع العقوبات الانضباطية على جميع نصر اللعنة كل حاجة ما عادة الاخطاء الفنية اللي هي تخضع لاخصاص اللي كان الاخرى ممكن جمهور يشتم جمهور اخر ده تحت رقابتكم طبعا ده ممنوع حاجة بتقول لي لو فيه جمهور شتم داخل المدرجات ده اجراء بيخضع لاجراء تحقيق او قانون وانت ان مراهب المباراة او سيد رئيس اللجنة او سيد رئيس اللجنة اللجنة الاتحاد او ايا من من اعضاء الاتحاد بادر الى استال هذه الشكوى خلاص بنتصرف او معاها وبنتتحقق فاندل ومن يثبت انه له علاقة بذلك بيوقع عليه العقوبات لو فيه مسؤول نادي او مدير كورة او مدرب او خرج عن الزوق العام او الاخلاق او الانضباط العام بتتعاملوا معاها اي عنصر من عناصر اللجنة بما فيها مجالس ادارات الاندية بما فيها مجالس ادارات الاندية فاندم والمنظمين كله يعني بصحبك كل عناصر كل من له تدخل الاندية وعداء مجالس اداراتها وكل عناصر اللجنة كلام الراجل قاله والحقيقة التزم بيه التزم انه بحث التزم انه تحقق التزم انه خد عقوبات لكن اللي احنا ما نعرفوش واللي طلبته من سيادتك هل هناك لائحة لهذه العقوبات وهل قدمت الى هذه اللجنة عشان تسترشد بيها ولا العقوبات كانت وجهات نظر طيب هنعرض لكو اللايحة لايحة العقوبات المؤتمدة في الاتحاد المصر لكرة القدم بالشكل الكامل بتاعها وهنشوف البند الخاص بهذه الواقعة بس هي الواقعة ايه خلينا الاول نوصف ايه اللي حصل ايه اللي حصل مش من وجهة نظرنا من وجهة نظر مراقب المباراة ولجنة الانضباط اللي تحدث عنها سيادة المستشار سيد بنداري قال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان له بيان رسمي ونزل على موقع الاتحاد واعلن رسميا اجتمعت يوم السلساء الموافق 10 سبتمبر 2019 لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة القاضي سيد حسن بنداري رئيس محكمة الاستئناف واصدرت البيان والقرارات التالية ورد للجنة تقرير مراقب مباراة نهائي بطولة كاس مصر التي اقيمت يوم الاحد الموافق 8-9-2019 على ملعب سيد برج العرب بمحافظة الاسكندرية بين فريقي نادي الزمالك ونادي بيرامتز والذي ثبت منه للجنة ان المباراة بدأت في تمام الساعة الثامنة مساء وانتهت في الموعد المحدد لها بفوز فريق نادي الزمالك بالنتيجة 3-0 وكان هناك حضور جماهيري للفريقين وثبت لدى المراقب العديد من المخالفات التي اطمأنت اليها اللجنة وهي قيام اللعب احمد ناصر محمود معوض الشناوي حارس مرمى بيرامتز بارتداء طاقم حارس مخالف لما تم الاتفاق عليه قيام جمهور نادي الزمالك بترديد عبارات تحتوي على الفاظ خارجة ضد لعب نادي بيرامتز والنادي الاهلي على النحو المبين بالتقرير الفاظ خارجة من نادي الزمالك ضد النادي الآل وضد نادي بيرامتز تأخر الفريقين عن النزول دخول الجهاز الفني لنادي الزمالك لأرضية الملعب وحيث ثبت للجنة وتأكد لديها ثبت للجنة وتأكد لديها من خلال المواقع الإعلامية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قيام اللاعب محمود عبد الرازق حسن الشهير بشكبالة قيامه بإيه؟ بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك تحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الأداب العامة والروح والقيم الرياضية طيب فيدي بناءنا عليه بقى قررت اللجنة واحد تغريم نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره مئة ألف جنيه وذلك لحساب الاتحاد المصر لكرة القدم تسدد في مدة أخصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإختار بالقرار عن المخالفة الانضباطية وهي قيام جماهيره بترديد عبارات تحتوي على ألفاظ خارجة وسباب للاعب نادي بيرامز والنادي الأهلي ثانيا تغريم لعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق حسن الشهير بشكبالة مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه وذلك لحساب الاتحاد المصر لكرة القدم تسدد في مدة أخصاها ثلاثون يوما من تاريخ الإختار بالقرار لما بدر منه على النحو المتقدم وصفه المتقدم وصفه إيه؟ أنه ثبت من خلال المرائب اللي موجود ومن خلال المواقع ومن خلال كل وسائل الإعلام أنه أثار وهتف مع الجماهير وحرك تحريك وإصارة الجماهير بالهتف بألفاظ خارجة ضد النادي الأهلي أنا عايت بس قبل ما نخش في صلب الموضوع ده الملاحظتين اللي أنا هشفير إليهم أن أنا لازم أحيي إحنا تسألنا هرل رئيس لجنة المسابقة الذي هو مراقب المباراة هيذكر الأحداث ولا مش هيذكرها وأنا قلت أنا متخاف لأنه كان قبل كده لا تذكر كامل للأحداث فواضح من السر اللي أنت قلته من التحييات اللي أنت قلته للقرار أنه قد ذكر بدقة كل ما حدث يحيى اتنين أن المنهجية التي تم بها إعلان القرار والاستناد الذي يطبن كل أحد يتابع محايد طبعا يتابع القرار أنه كان فيه موضوعية وكان فيه دراسة كاملة وتوصيف دقيق للمخالفات الشيء الوحيد الذي يبقى أنه نحن مش عارفين اللائح التي يستند إليها في هذه الأمور لأن ناس تقول لك فيه ناس بتقول لك ما تعتمدش على المواقع التواصل فيه ناس بتقول لك لا اعتمد على الليحة بتاعة لجنة المسابقات والتي تتضمن عقوبات أشد من التي ذكرت يعني عشان الشغل يقطع يعني كل التساؤلات لازم يا رب كده تعلن الليحة وتوصل لكل الأندية شوف هتتعاملوا طبقا لهذه اللائح شوف قرار أو بيان لجنة الانضباط ورد للجنة تقرير مراقب نهائي كاس مصر إذن هو بيتكلم رقم واحد أنه ورد له تقرير من الأندية الكلام على أنه بعد كده قال وثبت من خلال المواقع الإعلامية والسوشيال ميديا وربما كان ده تثبت إضافي لأنه في الأساس استند على ما ورد لديه من مراقب المباراة ولما وصف كل خطأ من اللي حصل في ضوء ما ورد إليه من مراقب المباراة في ضوء التقرير اللي حصل إيه تحريك وإسارة الجماهير بهتفات خارجة ده سلوك رياضي ولا سلوك غير رياضي ده تحريك وإسارة الجماهير بهتفات خارجة تعرف أنه علاقنا برضو حلم أنا بقول لك هو دي الإجابة إحنا المرة اللي فاتت وإحنا بنتعرض لهذه النقطة قلنا إحنا عايزين تعامل في حسم مع هذه المخالفة حتى يعني نحمي المدرجات من ردة فعل جماهير الأهلي مثلا وإن هذا الكلام عشان لو حصل حاجة من جماهير الأهلي تعرف أنه فيه معيار للحساب طيب رخم واحد خلاص مؤكد أنه إحنا مطمئنين إلى ثلاث نقاط أساسية نتفع عليهم قبل ما نتكلم دي مباراة في نهائي كاس مصر موسم كام 2018-2019 دي المباراة الختمية للموسم زي ما وردوا زي ما تأكد فيه لايحة تدير هذه المسابقة فيه لايحة عقوبات أدارة الموسم من بدايته وكل موسم له لايحة عقوبات الأندية بتختر بيها ولا عقوبة خارج النص يعني أنا ببعد كاتحاد لكل نادي طرف في المسابقة قادة الدستور اللي حنمشي عليه طول السنة لما تعمل كذا حيبقى بفيه كذا فهو أنت مغمض لما اللعيب بتاعك يعمل تصرف كذا هياخد العقوبة المنصوص عليها في اللايحة اللي أنا أخترتك بيها غير كده مش هقدر أوقع عقوبة إلا مجلس إدارة الاتحاد يرى أي ظروف استثنائية أخرى لكن المباراة من الموسم الماضي من الموسم الماضي 18-19 هذا الموسم تحكمه لايحة ده مؤكد هذه اللايحة موجودة دي صورة منها بالمناسبة صورة لايحة العقوبات في الاتحاد المصري لكرة القدم أنا مش عايزي الجزء بتاع المادة فقط اللايحة بالكامل موجودة وعليها موسم أهيه لايحة العقوبات للموسم 2018-19 إذن أجبتني على هذا السؤال بس شكبال عمل إيه تحريك وإسارة الجماهير بهتفات خارجة وسباب ضد النادي الأهل ليه هابند هنا ده سلوك رياضي ولا غير رياضي سلوك غير رياضي ضد الحكام ولا ضد طرف آخر مش ضد الحكام ضد طرف آخر ضد طرف آخر طيب إيه اللي منصوص عليه في النص هاتلي المادة التانية يا شوارب إيه اللي بتقول حرفيا والحقيقة الليحة حازمة جازمة آآ لازمة كل واقع قصدها يحصل إيه حازمة جازمة سلوك غير رياضي ضد أحد عناصر اللعبة فيما عاد الحكام اهيه لو أي واحد ارتكب سلوك غير رياضي ضد أحد عناصر اللعبة غير الحكام الحكام لها عقوبة شددة لكن أي حد تاني العقوبة مبارتان الإقاف مبارتان دي واضحة في نص الله عشان كده بقول لكم ما فيهش غرامة مالية لأ عشان كده بقول لكم النص واضح وصريح أنت أثبت الوقع سببت الوقع حددت الوقع ووصفتها كمان إذن مش مختلفين على الكل اللي أنت عملته وشيء رائع جدا ويحيي عليه اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ عمر الجنين لجنة الانضباط ثابت لها من خلال تأرير مرائب الحكام مرائب المباراة اللي هو كان بنفسه رئيس لجنة المسابقات وإحنا قلنا ده المرة اللي فاتت الرجل بنفسه موجود وشاهد عيان مش محتاج شرس بيديو مش محتاج تأرير من حد ولو كان شاف الوقع شاف الهتفات مجرد ما يذكرها خلصت كون أن بعد كده المسألة تنتشر ويتقال أنه ده موجود على السوشيال ميديا وموجود على كل المواقع وكل وسائل الإعلام نقلت هو حاب يذكر ده أنه ده مزيد من التثبت دي ترجع للاتحاد لكن سلوك غير رياضي إلا إذا كنت اعتبرته الشتيمة والتحريض والإيسارة اللي انتو وصفتوها ده سلوك رياضي عايزين تعتبروه سلوك غير رياضي ليحطكوا اللي بتفصل بين كل الأندية فيها لقاف مباراتين كده الخطأ واضح ووارد والعقوبة مختلفة لكن إن نحن يتقال أصله فيه مفيش عقوبتين على خطأ واحد ده خنون العقوبات إنه عايز تقول إنه نفس الخطأ عقب عليه نادي الزمالك بالغرامة وعقب عليه اللعب شكبالة بالغرامة فبالتالي ما ينفعش عن الخطأ الواحد يبقى عقوبتين لا العقوبات الإدارية غير خانون العقوبات العقوبات الإدارية أنت بتلاقي أي موظف الفصل والمحاكمة لا 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 لحظة واحدة لو قتوب الشركة السواء خبط واحد جراله حاجة السواء عليه مسئولية والشركة عليها مسئولية في التعويض وفي يعني إذا ممكن يصل هذا الأمر كده واخد بالك افرد إن أنا كان في حادثة مؤلمة في الجامعة الأمريكية السواء اللي رجع بالعربية لا ممكن يجي يقول لك إيه أصل النظام بتاع التحرك السيارات مسئولية الكلية مش عاملها بالطريقة اللي تحقق مبدأ السلام هنا جازة والسواء أيضا مداد أنا عايز أقول لا دي كل حالة هناك قاضي قد سبب الأسباب وسببها بشكل مدهش جدا يعني اللايحة عشان كده أنا بقول لك هل اللايحة دي قدمت إلى اللجنة اللي انضباط اللايحة اللي في إيد حضرتك دي قدمت يعني هي اللي موجودة في الاتحاد هي الحكمة للمسابقة لا هو قال أنا حتى ممكن ألجأ للواقح الفيفا يعني يعني دي مباراة على الشفكاس مصر ما أنا معرفش يا سيد زبر أنا بدا التساؤل ليه طب من أين قتت هذه العقوبة عقوبة الغرمة من أين قتت معرفش لا لازم في مكان جاب منها العقوبة دي مش معقولة يعني تقديرية تقديرية هل هل اللايحة بتقول هي هي يعني انت وصفت وحددت هل اللايحة بتقول ما عندكش حق الاجتهاد برها لا يا سيد إبراهيم كويس لو انت قلت انها حكم بازيل لا أيوة هو ده سؤالي أنا مش بقول ان ما يعني أنا لا هو السؤال التاني هو انت تقدر في مباراة واحدة تطبق اللايحة من عندك ولا دي مباراة في ذات الموسم كل الأطراف ملتزمة مش ده مش ده اللي أنا يعني بتثبت منه اللي بتثبت منه هدي لجنة هديه أول تعامل لها آآ في ومشت صحة أوه في الشق الأولاد جميل جدا ماذا قدم لها من مستندات تسترشد بها هو ده اللي أنا عايز أعرف مستندات يعني إيه اللايحة اللواح بشكل أعرام ما انت ممكن لجنة ما يجلهاش يعني يفرض ما جهاش لحن آآ آآ لايحة الحكام مثلا وحيجي لها حاجة تخص حاجة يجي لها من مين المفروض اه؟ مش المفروض أنا بسأل سؤال أنا معديش الإجابة انت بتكلمني زي ما يكون بجدلك اه؟ أنا مش بجدلك أنا بقول لك هي أنا وأنا قاعد يا ما قداميش لايحة يا قدامي لايحة الفيفا يا قدامي لايحة أنا عاملها ها؟ يا قدامي لايحة لجنة المسابقات للاسترشاد بيها أو الاعتماد عليها ولا فيه لايحة أخرى تم الاستعانة بيها من أين أتت هذه العقوبة؟ بس ده سؤال مش عايزة كده انت مش هتعرف تجاوه شكرا